النهاردة هنعمل إيه؟ عندنا فقرة حوار عن قدرة المؤسسات الرسمية في الدولة زي وزارة الشباب مثلاً ومؤسسات المجتمع المدني اللي بتشتغل مع الشباب والحياء أنا نفسي أوسع شوية كمان وأقول قدرة الجامع وقدرة الكنيسة عشان كل من هو معني بالشباب ده حتى الجامعة مسؤولة حتى مراكز الشباب ووزارة الثقافة مسؤولة فهل هذه المؤسسات استطاعت أن هي يعني تتعامل مع الشباب المصري بشكل جيد استطاعت أن تهزب سلوكه استطاعت أن ترصد أي عدوانية في تصرفاته فتاخد بالها وتشوف علاجها إيه الحقيقة الحاجات دي كلها كان بتحصل قبل كتن وأنا يمكن بارح بداية الحلقة أكلمتكم عن هذا القلق وأشكر زمايلي أنهما حضروا لنا فقرة النهاردة مع فقرة مبارح اللي كان فيها أستاذة علم الاجتماع السياسي دكتورة مها سليمان النهاردة كمان هنتكلم عن هذا الموضوع وإن شاء الله تكون فقرة جيدة ويكون عندنا يعني محاولة للرصد مع الدكتورة هند فؤاد أستاذ علم الاجتماع بمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عشان نشوف هل التصرفات اللي عملها محمد قاتل نييرة أشرف وإسلام قاتل سلمة بهجت هم اتنين اتنين في مئة وخمسة مليون يساوي لا شيء لكن هي الخطورة زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده في الناس اللي بتخش تشكر وتمدح وكأن هذا تصرف جيد والخطورة في العدوانية اللي موجودة في نفوس أولادنا اللي بتبان بتبان أحيانا حتى لو لو طفل شد من طفل حاجة تبان هنا العدوانية ويبان هل أهله في البيت دي يقوله لا اللي اجتمك ده انت تجتمه وتضرابه وتلعن معرفش ولا يقوله حبيبي بالراحة يمكن صاحبك متدايق طب رحت للمدرسة دخلت حد كبير دي الفرق ما بين تربية وتربية أحيانا برضو يكون هناك تعاطف مريض مع جاني لمجرد انه ما بيحب طب ما هو ده بيعلن عن فئة كاملة موافقة على انه اللي بيفشل في الحب يروح يقتل اللي بيحبه دي كارسة تعالوا النهار ده كده ان خصص ان شاء الله فقرة حوارنا مع الدكتورة هند فؤاد عن وخصوصا ان هي بشغل في مركز المركز البحوث الجنائية والاجتماعية والجنائية نشوف الى اي حد يمكن التربية والسلوك العدواني وتقصير المؤسسات الرسمية والاهلية عن اداء دورها والدينية والاعلامية ممكن يؤدي الى ان احنا يبقى عندنا شخصية حد جاهز ان هو يقتل اشتركوا في القناة